بحضور وزير تربية حكومة إقليم كردستان ألان حمس عيد ومحافظ أربيل أمي تخوشناو والقنصل الكوري في الأقليم افتتحت مدرسة أتكاتف في منطقة قوشتابا قرب مخيم النازحين والتي تكفلت القنصلية الكورية ومنظمة اليونسيف بإنشائها وأشهد المسؤولون بالجهود الحثيثة لجمهورية كوريا ودعمها إنشاء مدارس وبنى تحتية في محافظات الإقليم كما عبروا عن شكرهم لمنظمة اليونسيف لمساهمتهما في إنشاء المدرسة الثانوية التي ستخفف من زخم الطلبة في مناطق جنوب شرق أربيل